قلت لك افتحت منتدى انت بلا حدود في 2006 وكنت من قبله كنت نكتفي بعض المنتديات العربية النهار اللي افتحت هذاك المنتدى تعرفت على اشياء كثيرة ومن بينها هو انك انت تعرف مثلا الزوار تعرف العدد الزوار تعرف الزوار منين جايين يا هل ترى هم مثلا محركات انتوا بحثي هل ترى هم ناس فعليين تعرف الاماكن انتاحهم بالتدقيق وبالتحديد الانسان اللي سجل تقرر رسائل انتعه الخاصة قال مثلا الصور اللي يحملها الكتب اللي يحملها قال مثلا تعليق في كل تعليق انتاعه يعطي لك الرقم انتاع الابي هذاك انتاع المكان اللي يراه فيه مهم تفاصيل ما تقدرش تخطر في بالك هامتا ومن بين الاشياء اللي هي موجودة في المنتديات بحيث هو انه قال مثلا يدير لك عدد زوار غير حقيقي هذي نحكي لك بحكم التجربة ماش يقال قال 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 نحكي لك بحكم التجربة يدير لك عدد زوار هكذاك قال الانتاعه مثلا مثلا كما مثلا هنا قال في الفيديو يدير لك عدد صومي اله طروه صومي اله نحكي لك عن المنتدى ماش نحكي لك على فيسبوك والله على اليوتيوب والله هذي نحكي لك عن المنتدى اللي كنت انا المدير تاعه واناللي اسستو والناس اللي راهم عندهم منتديات راهم يقول لك الكلام اللي تقدر تروح تتحقق تتحقق دخل يوتيوب قال مثلا كيفية إنشاء منتداء قال كيفية مثلا وضع قال مثلا أشياء بشي تكتب لك تعليق انت تكتب تعليق والتعليق يجيك هو بشكل أوتوماتيكي يتكتب وانت مكش موجود عدد زوار انت مكش موجود مدير انت على المنتداء وانت مكش موجود فهمت كل هذي الأشياء هي تلقاها موجودة في هذي المنتداء هذي نحكيه كعنا العبد الضعيف اللي ما عنديش إمكانيات واللي كذا وكنت أنا دير مجرد برنامج وانك انت تتخدم به يقول له هوا موجود تقدر تخل اليوتيوب وتأكد من الكلام تاعي كيني الناس أنا عرفتهم كين هكذاك مثلا واحد مرة هكذا سبني والله جبتوا لاحظات جبتوا والإنسان اللي يراه وضوك مثلا يعرف الجوجل يعرف كيف الشي بحث يعرف كذا ثم ثم قال مثلا دك النهار برك نشر واحد فوتو هزيت الفوتو وانا عرفت المركز انتعال واسمه والله منبا واسمه منبا دقيقة منبا هزيتوا يلا بالفوتو ذيك عرفت البلاسة وراها وين هي البرامج انت اللي تقرأ الصوار يعطيك اللادات اللي تصورت فيها الصورة البرنامج اللي تصورت به المكان اللي التقطت فيه الصورة التفاصيل برامج موجودة لذلك لما نقول لك ذرك مثلا أنا نتكلم لك من منطلق معلومات مشي واحدة راي يدرلك من راسك بمعنى انك انت ذوك مثلا واحد اللي انت تخلو ذوكها في اليوتيوب والله في الاسمه كين جهات راي تدعم هزي معلومات راي جهة تدعم تدعم بالتعليق تدعم بهذو كل واسمه قال لي منطلق سبونسورة هذوك هذوك ما تحدرش كين ناس اللي راي مضوكهم ما يديروا في سبونسور خمطني ومن اجل حتى المحركات انت على البحث وقلت لك هذا الكلام اللي يراني يقول لك فيه معلومات مشي هكذاك حتى من محركات البحث مرات انت وروح تخل بثان الامازون تخل الامازون ولا قال لك مثلا موقع موقع انت جوجل انت تكتب له حاجة هو يجيب لك حاجة اخرى لماذا لانه هو ما يحبوا يمشيوا لك الحاجة هذيك تروح قال مثلا خاصة في الصفحات الاولى في الكلام اللي قال مثلا في الصفحة الاولى تروح انت تدير بحث على موضوع يخرجوك في الاول وكين نحويج موضوعات انت تحويس عليهم وما راهم موجودين والله مثلا دي بي اس طو موبيلات ما علي بليش ان اروبو اي حاجة حاجة تحويس انتع لها وهي راهم موجودة لكن ما تخرجوكش خطر عليا كين الناس اللي راهم دركوما خاصة في القوجل محركات البحث محتلينهم ما الصفحات الاولى دراهم دراهم حمر وش بيكتين وكين كلمات يمنعوها كين اشياء اللي يمنعوها ما تخرجوكش ما هي راهم موجودة ولكن ما محرك انتع البحث ما يجبد هالكش بالتالي ذركو كيني الناس اللي راهم مدعومين يخدمو بهم وكيني الناس اللي هم لكم مرام شايفين تأثير كيفاش هما مثلا أثروا على الثورة هكتشوف فيه بركتك مثلا ذاك النهار يعني كم إكزامبل برك ذاك النهار واسموها ترامب هذك يحب هو يخرج عليهم على الطريق سكروا الوالكومتن تاعوا بالفيسبوك بالوش اسمو بالاخر تويتر وقص على ذلك نهار اللي كانوا يخدمو به خدمو به نهار اللي يسكروا عليها الطريق سكروا عليه الطريق ايه الاخ سمير او اسمع شوف نقولك توضع الصورة ولا ما توضع هاش غا كونك هني على بيلهم بك انت شكون هو غر كون هني وانا انا علش راني نتكلم مرات ان اضخ مثلا كين الناس لما تقول انت يا كتب الاسم الحقيقي ولا بالصور انت عك كين اللي هو يقول لك لانت بوليسي ولا لكن انا انت عامل مع الناس بجدية فهمت منضيع وقتين مع اشباه نعرف راح يقول مثلا انت جزائري نعرف منين هذا الذي قال الاخ راح كان يتكلم معي دائر الصورة او يذكر لي في اسماء في البرج هاني على بالي الاخ الذي كان يكلم معي من قبل على بالي رام قال ما يهم انا العدد بس على بالي بل نحكي مع جزائري ين بصدق حتى اذا كان يخالفوني فالرأي وانا كيف كيف لكن على بالي بروح يبلي راح معي عشرة وذلك انا كن راح لت زاير قال عندي عشرة من الناس ماشي كما ذلك الانسان اللي راح منفوخ 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 ومن بعد وكما البالون هذك الممتفخ ينفخوه ينفخوه ينفخوهم بعد يدلو تشتك كان ما كان وره هو وره عن طرز وابري وره هو زيتوني وره الاخر وره الاخر وره الاخر الاخر الناس انت يراها كنت عندها جيوش وره صدام وره القفافي وره علي عبدالله صالح وره الاخر ناس كانت عندها جيوش وكان عندها إعلام وكانت عندها بونوك وكانت عندها جيوش تترعاد اللي ما يجيو عاقبين ومبعد هلا فانت كنت يسق مثل النعجة والله مثل الخروف وناس قاعد تبيع في الأوهام عنده لايك عنده تعليقات يحش فيروح باللي راه ودا ربعة دور من عند اليوتيوب يحش فيروح باللي راه ولا واسمه درهم يخلاص درهم يخلاص لو كان جو درهم يدوم لو كان راه فرعون راه وحي وقارون راه وحي وشارون راه وحي رؤساء ملوك راه وما يبقى غير الفعل انتعك تبقى التسجيلات تلعن فيك إلى أبد الأبدين تبقى الكلمة انتع الحق هي اللي توجع كلمة الحق اللي تمشي للقلوب كلمة الحق اللي تنصح كلمة الحق اللي راه تفيق في الناس أما بيع الأوهام هذاك يجي النهار وتعرف الناس شك اللي كان يبع لهم في الأوهام شك اللي كان يغر فيهم تبقى اللعنات تلعن فيك إلى يوم الدين